تبدلت جماعة أنصر الله وجماعات مسلحة التي همت بالاعتداء على قوات الجيش وذلك بعد قيام مجموعات مسلحة بالإسلاء على قافلة للجيش وأسر أكثر من مائتين من جنود الاحتياط كانوا في طريق عودتهم إلى قاعدتهم الرئيسية في صنها استولت جماعات مسلحة يمانية على كتيبة عسكرية تضم جنودا من قوات الاحتياط كانت عائدة من محافظة شبوى في طريقها باتجاه العاصمة صنعاء بكامل عتادها في منطقة لسحيل بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن بعد اشتباكات عنيفة وأفادت مصادر قبلية بسقوط ستة جنود وثلاثة مسلحين في الاشتباكات التي دارت بين غافلة للجيش والمسلحين الذين قاموا بمحاصرتها قبل أن تسلم نفسها ليتم إدخالها إلى مطارح نخلاء وأضافت المصادر أن المسلحين تمكنوا من احتجاز أكثر من مئتي عنصر من الجيش والسيطرة على دخائر وآليات عسكرية بينها ثلاثة عشر دبابة وعشر ناقلات جند كما تعرضت ست دبابات وأربع عربات للاحتراق بدورها بررت قبائل مأربة سيطرتها على الكتيبة بعدم تجاوب غائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأربة اللواء أحمد سيف اليافعي وطالبت بتقديم ضمانات بعدم وقوع عتاد الوحدات العسكرية في غفضة مسلحي جماعة أنصار الله التي يتزعمها السيد عبد الملك الحوثي الموجودين في مديرية مجزر على بعد أربعين كيلومتر بدورها اتهمت اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي من وصفت بالتكفيريين والقاعدة بمهاجمة الكتيبة والاستيلاء على عتادها واستنكرت في بيان لها ما سمت تجاهل الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي وحكومته معربة عن استعدادها لمساعدة الجيش لتحرير الكتيبة على صعيد موازن أصيب خمسة متظاهرين من أنصار الحراك الجنوبي في مصادمات مع الجيش بمدينة عدن جنوبي البلاد وقال الشهود عيان إن قوات الجيش أطلقت الرصاصة والقاز المدمع على متظاهرين موالين للحراك أقلقوا الطرقات ورشقوا الجنود بالحجارة احتجاجا على زيارة رئيس الحكومة خالد بحاح لعدن